السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل الناس اللي بتتبع قناتي النهاردة وصفة جديدة جدا هتعجبكم إن شاء الله طبعوا القناة هتلاقوا محتوى مميز ومتنوع بإذن الله يعجبكم هتلاقوا فيها كل حاجة تقدروا أنتوا تعملوها لبيتكم أو وصفات أكليكس سريعة ولذيذة وعلى قد الإيد غير مكلفة النهاردة هنعمل هاند سوب صابون الإيد السائل هنعمله بتلت مكونات فقط شوفوا الفيديو للآخر وشوفوا تعمل إزاي سهل جدا وطبعا لو أول مرة تشوفوا الفيديو ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب حيلا للقناة وتفعلوا الجرس عشان أي فيديو جديد ينزل يوصلكم الإشعار وتبدأوا أنتم تتفرجوا عليه ولو بتتابعوني ياريت ما تكسلوش يعني عن اللايك وكومنت والشير لأن ده فعلا بيأثر وبيفرق معي كتير جدا إن أنا أفضل أن أستمر وقدم لكم محتوى أفضل وأفضل فأتمنى أنتم تعملوا لايك وكومنت وشير حيلا تعالوا بقى نبدأوا نشوف المكونات بتاعتنا أنا النهاردة عندي ثلاث مكونات هعمل بيها الهاند سوب بس فسهلة جدا إن شاء الله ولكن طبعا هيبقى في بليلست خاص بالهاند سوب هنعملوا بوصفات مختلفة كل مرة بطريقة جديدة وإنتوا تقدروا تعملوا بالطريقة الأسهل أو اللي أنتم مرتاحين فيها معي عبوة طبعا اللي أنا بحط فيها الهاند سوب عشان أبدأ إن أنا مجرد ما منضغط عليها بتنزل صابون في إدينا ونخسل إدينا على طول معي كاستل سوب الكاستل سوب ده بيباع في شارع الجيش في المحلات اللي هي في العتبة بتاعت المنظفات بيباع بالليتر طبعا الكاستل سوب ده بيبقى زي صابون السائل الخام بدون أي إضافات بدون روايح بدون أي حاجة إحنا بنقدر نوظفه في حاجة كتير جدا تاني حاجة أنا معي زيت عطري أو أساسي زيت البرتقال طبعا ليه فوايد كتير جدا للبشرة وكمان ريحة تحفة جدا نقدر نستغل عنه بأي ريحة عندنا لو عندكم ريحة حلوة تقدروا تحطوها أو نكاهات بتاعة الأكل ممكن نحطها أي نكاه معي الدروبر ممكن أنا أستخدمه لأنه المفروض نحن بنحط في التركيبة دي أو الوصفة دي 40 نقطة ولكن أنا أخط يعني كمية حلوة كده عشان أحب ريحة تبقى قوي جدا ومعي المياه يبقى دي المكونات بتاعتنا اللي هي التلاتة معي ميا معي كستل سوب معي زيت البرتقول طبعا انتو تقدروا تستخدموا أي ريحة أو أي زيت عندكم حسب ريحة اللي انت بتحبيها أصلا بصوا بقى المكونة سهلة جدا أنا أي زيزة هاشتغل فيها هند سوب بنعملها نصين نص بنحط الكستل سوب ونص تاني مياه يبقى دايما معيارك واحد لواحد هنحط نص كستل سوب يبقى هنحط نص كوباية مياه هنحط ربع كوباية كستل سوب هنحط ربع كوباية مياه وهكذا لو كوباية يبقى أصادها كوباية فأنا الزجاجة اللي قدامي أنا هشتغلها بالنص يعني واحد لواحد فحطيت نصها الكستل سوب بعد كده بطريقة دي بصو شكله حلوة قوي يعني تحفى ده هينجز معيكو في وصفات كتير جدا فتابعوها هنعمل وصفات سهلة جدا بيها فأنا بعد ما حطيت نص الكستل سوب حطيت نص كوباية المياه بعد كده هبدأ ان أنا برجوهم بس مع بعض كويس بعد كده ببدأ ان أنا أنزل بالزيت العدري بتاعي فبصوا احنا مجرد ان احنا بنرج كده بصوا رغاية بدأت تطلع أصلا فان شاء الله يعجبكم أتمنى الفيديو يكون الفكرة بتاعته عجباكم ولو فعلا عجباكم عاوزين حاجات سهلة كده كتير الأفكار كتير جدا نقدر نحن نعملها لبيتنا يريد تكتبوا كومنتا حالا ولايك عشان شجعوني ان أنا استمارك هنا طبعا انا حطيت الزيت البرتقال كمية حلوة عشان انا حابة لأ ريحة تبقى حلوة قوي عشان الاولاد لو ما بيغسلوا ايديهم تبقى ريحة ايديهم حلوة وزهرة وتعود فترة شوية لكن طبعا هي المفروض ان احنا بحط 40 نقطة زيت اساسي او زيت عطري او عطور فابدأ ارقبس مجرد ان احنا رجينا زيت العطري بصوا هتلاحظوا ان اللون بدأ لونه بقى مط كده شوية وبدأ اتكون معي الهند سوب وعملنا صابون لاليد بابسط مكونات عندك تقدر يتشتريها هو اللي هتشتريه فقط كاستلسوب من شرع الجيش من حلوة اللي بيبيع خمتة منظفات يبقى نهاردة 3 مكونات بتوعي كاستلسوب زيت عطري وكمان المياه لا احسن واسرع هنتصوب عماني طبعا فيديو لو اعجبكم والفكرة دي اعجبتكم يريد ما تنسوش حالا تعملوا لايك وكمنت وشير للفيديو وما تنسوش سبسكرايب للقناة علشان اقدم لكم كل ما هو اسهل ويعني اوفر وكمان اضمن لنا نعمل حاجات مضمونة بصوا بقى انا مجرد نقطة بسيطة حطيتها في ايدي طبعا احنا لما منجي منخسل ايدينا بنفتح المياه حاجة بسيطة جدا نحط نقطة من الصابون ونبدأ ان احنا نرغي ايدينا كويس جدا وندعكها كويس لان التنظيف الايد لازم تاخدي فترة طويلة في تنظيف ايديكي الصابون يبقى ايديكي فترة طويلة وتدعك ايديكي كويس جدا بطريقة دي بصورة غاوي بقى مش قادر اقول لكم بالنقطة بسيطة عملت ازاي اه ومش قادر اقول لكم اصلا الريح عاملة انت لو موجودين الريحة بكاد وهم ريحة البرتقال تحفة جدا تقدروا تستخدموا زيت اللمون اي زيت انت حابة ريحته وتستخدموا ما شاء الله تنظيف حلو جدا ايدي ولا جفة ولا اي حاجة نعمة جدا وجميلة النهاردة كان وصو صريع يارب تكون عجبتكم واستنوني فيديوهات جاية كتير على القناة متروحوش في حتة وعملوا سبسكرايب واللايك وكمنت وشير حالا عشان كل الجديد ينزل عندكم اول بقى اوي